المتسابقة الأخيرة في هذه الجلسة حواء باه من دولة غامبيا وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول قرأي من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والدراء مستهم البأساء والدراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القطال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل كتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يهبهم ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل كتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حسبك السؤال الثاني اقرأي من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قنوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهنكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولب اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أعيد الآية أعيدي أم تسألهم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صرات مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصرات لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من در لرجوا في تغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتدرعون حسبك سؤال الثالث اقرأي من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله أعيدي مرة أخرى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله فأنزل الله أولي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أهق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين معلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين معلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على القفار رحماء بينهم تراهم رقعا سجدا يبتعون فضلا من ربهم وردوانا يبتعون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزاه فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليعيد بهم القفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حسبك بارك الله فيك